أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان اليوم كنت عم بتأمل في عبارة جميلة جدا الله الخالق يحبني وبصراحة ابتدأ التفكير من بعد ما تقابلت مع صديق وهذا الصديق كان بيتكلم مع شخص مسلم وكان بيكلم عن محبة الله وسأل هذا المسلم يعني صديقي هل توجد آية في كتابك تقول إن الله يحبك وطبعا اللي قدر ييجي أو المكسموم اللي قدر يتكلم عنه إنه الله بحب اللي بحبه وطبعا لما شاركني إنه كيف تواصل معاه وقلوا عن يعني إذا أنت بيجيك أطفال بتخلف ولد أو بنت أنت بتحب ابنك كتير وبتحب بنتك وبتكون تتميز وتتأمل بكل التفاصيل ولسيما الأم بكل التدقيق في هذا الطفل وبتفرح وبتبتهج وبتشوف كيف الطفل عم بيكبر يوم بعد يوم وبيكون سبب بركة وسبب لزة وسبب سرور وسبب متعة لحياتك وهكذا الخالق هل الله الذي يخلق لا يحب الخليقة؟ ولماذا لا توجد كلمات المحبة؟ في الكتاب المقدس نرى إنه الله محبة وأنه الله الخالق يحب خليقته مكتوب للذات مع بني آدم وإلا ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ الله خلق الإنسان لأنه بيحب خليقته لأنه بيتلزز بخليقته خلقنا حتى يكون في شركة تواصل علاقة مع الخلائق وهكذا الله خلقنا على صورته مثاله الصورة الأدبية الروحية خلقنا حتى نسبحه وحتى إنمجده يعني يكون مجد لإله ودائما لما بيتطلع على كمال الخليقة يعني الخليقة اللي هي أكمل شيء من الحيوانات أو الطيور أو حتى كل الطبيعة لأنه الإنسان عاقل ويفكر عنده إرادة ومشاعر أيضا وعنده القرارات وهكذا يعني طبعا هذا موضوع تاني فالله يتمتع بتاج الخليقة بكل خليقته لذلك الله الخالق يحبني وهذا المبدأ موجود في الكتاب المقدس في المسيحية فالله مش خلقنا وتركنا الله يتواصل مع خليقته الله يتفاعل الله بحب الخليقة بيهتم فينا بيرعانا عينه علينا فهو الراعي الصالح ومن ناحية أخرى هو الله المهيمن والمسيطر على كل شيء وبسخر كل الخلائق في سبيل الإنسان ومش بس هيك خلقنا الله عشان نبادله هذا الحب يكون الحب المتبادل فالله متل ما مكتوب انه يعني الله بهتم متل ما انت بتهتم بأولادك فإذا الله يحب خليقته الله مش الإله البعيد أو القاسي ودائما مننظر إليه بشكل التخويف أو الترعيب وحامل عصاي بده يدين فقط ويخيفنا ويرعبنا لا الله عشان يتواصل معنا اتخذ جسد إنسان والكلمة صار جسدا وحل بيننا حتى يتواصل معنا حتى يتعاطف مع احتياجاتنا حتى يقدم خلاص كامل وهذه المحبة احبائي ليس أننا احببنا الله لكنه هو احبنا اولا فمشان هيك احنا منحبه لأنه احبنا وبعدين ما هو المقياس احنا نقول وهل الله هو مزاجي وهل الله عنده طبائع بتتغير حسب المود الله بحب اللي بحبه ألم يقل يسوع المسيح إن أحببتم الذين يحبونكم أيضا فأي فضل فأي أجر لكم أليس الخطاط يفعلون هكذا يعني إذا الناس العادية بتحب اللي بتحبها وبتبادل الحب لأنه أعطاني الحب وهكذا فبقول أي أجر لكم لكن المحبة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس هي أعظم هي أعمق هي أكبر محبة فائقة قال يسوع المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباؤه بل شوف أيضا ما أعمق هذه المحبة ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فالله بحبنا بغض النظر أنت خاطئ أو غير خاطئ بالطبع الله يكره الخطية وأن الخطية بتفصل وتحجب لكن لتفصلنا عن محبة الله فالله أحبك وأحبني بغض النظر ولا أنسى اختبار الأخت الجزائري التي صرخت في المطار وقالت أنا معجب بشخصية المسيح بسبب المحبة اللي بقدمها للناس هل تخيلت يوم من الأيام تخيل لو العالم كله بيمشي على مبادئ المسيح على مبادئ المحبة على مبادئ القبول على مبادئ التسامح والغفران وتخيل إذا العالم بده ينتقم بده يستخدم الحرب والسلاح والعنف والكبرياء والطغيان والفتحات والغزوات والقتل وتقليل من أهمية الناس وإلى آخره وتصنيف الناس بشكل عنصري أي عالم إحنا رح نعيش فيه فالمحبة هي مثل الخيوط الذهبية خيوط الشمس اللي فيها شفاء واللي فيها نور في أي بقعة في الأرض بتلمس لابد أن تكون بركة ولابد أن تكون بلسم ولابد أن تكون شفاء مشان هيك إحنا محتاجين نتغير من جوة نتحرر من الضغينة نتحرر من الكراهية قال رسول يحنى يا أولادي انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله هاي المحبة لم تقتصر أنه الله بس بحبك كخالق لكن بحبك كفادي وهذا الفداء أنه يرجعك للعلاقة الأصلية للعلاقة اللي هي حسب إرادته ما شئته أنك تكون ابن وبنت للرب مش علاقة العبد أو العبدة يعني قال يسوع سميتكم أحباء لأن العبد لا يعلم ما لسيده لكن الأحباء الأولاد القريبين من قلب الرب بيدركوا ما شئته بحبوا إرادته وبحب يعملوا اللي الله بحبه هذا هو الإنجيل هو رسالة محبة الله للناس لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية نعم وأي صورة للخالق الذي لا يحب خليقته هل قال لك الله إني أحبك هل قال لك أي نبي في هذا الوجود أو أي شخص عظيم إني أحبك اللي بميز المسيحية هي المحبة قال يسوع هو بحبنا أحببتكم وهذا الشيء اللي بيعطي الشفاء والخلاص الكامل محبة الله مكتوب غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرة حتما المحبة هي اللي بتلمس كل نواحي الحياة اللي بتشفي بتشفي العلاقات الأسرية العلاقات الزوجية بتشفي العلاقات مع الناس بتخلي ناس تتصالح وتحب الرب وتخدم بعضها وتقدم للعالم رسالة سامية رسالة محبة للجميع لكن الشيء الأعظم في المسيحية الله أحبنا وإنه إحنا بدورنا نحب الرب من كل القلب من كل الفكر من كل النفس وتحب قريبك مثل نفسك بس في بعد آخر هذا البعد بقول عنه أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويتردونكم واو أحبوا باركوا أحسنوا صلوا شفين هذه الأفعال هي يعني أوامر وفي نفس الوقت يعني من الجمال أنه ننفذ هذه الأوامر اللي بتجيب السلام والرجاء لهذا العالم وأي علاقة زوجية بدون محبة بتثبت وأي علاقة بين الدول التي تخلو من عنصر الرحمة والمحبة والحق تستمر البلد اللي بتتأسس على المحبة والأسرة اللي بتتأسس على المحبة لابد أنه تثبت من خلال هذه المحبة فمحبة الله هي عدوى بس بشكل إجابي وحلو لكل من حولنا يعني كل واحد عاوز يكون قريب من الشخص اللي مليان محبة هذه صورة القلب الجميل المحب هذه صورة قلب الله المحبة للإنسان فهذه المحبة اللي الله أحبنا إياها بغض النظر محبة أزلية وهاي المحبة أنا لازم أخبرها بشكل عملي في حياتي حتى أطبق هذه المحبة على الآخرين المسيحية تتميز عن سائر الأديان بالمحبة وإن هاي المحبة غير مشروطة هاي المحبة غير محدودة وهاي المحبة ممدودة لكل من يفتح قلبه الآن ويصلي قل له يا رب المسني بمحبتك أريد أن أقبلك رب ومخلص على حياتي وصدقني إذا صليتها من كل قلبك الله بينمسك في محبته وهاي المحبة بتلمس الآخرين والعالم كله بيصير يمارس المحبة لأنه من شخص إلى شخص لابد أن نصل إلى كل العالم شو رايك اليوم اتعبر عن محبتك لشخص مش بس غالي وعزيز على قلبك ممكن تكون زوجتك أولادك أو زوجك أو حد من العائلة بس شخص انت يعني مش عم تهضمه ومش بترغبه شو رايك اليوم تعلن محبتك لهذا الشخص وشوف كيف الغفران ومسامحة رح تلمس كل الكيان وكل نواحي الحياة بصلي من كل قلبي انه الله يملأنا بمحبته الفائقة المحبة الغير محدودة وفعلا هاي المحبة اللي بتعطينا الخلاص والحياة الأبدية إذا الفيديو لمسك اعمل لايك واعمل شير كون شريك معنا بالخدمة شارك هاي الرسالة مع الآخرين وعلى فكرة بحب أسمع منك رب يباركك